المعنى التالت كتب على نفسي الرحمة قاله مرتبط باللي بعدها كتب على نفسي الرحمة من رحمة الله ان فيهم ايام من رحمة الله بس ليش معقول يا جماعة الظلم اللي بنشوفه في الدنيا ده تخلص كده يعني كده خلاص قاعد يقتل ويموت وبعدين جات له نازلت برد ومات وخلاص كده فإزاي يعني إزاي حشاه سبحانه وتعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق لكن أكثرهم لا يعلمون لا في تكملة مش معقول أصحاب صورة البروج أصحاب الأخدود الناس اللي قاتلت المؤمنين ورموهم في الحفر النار يبقى المشهد الأخير في الحياة أن المؤمنين يتحرقوا بس كده مستحيل بإذا من رحمة الله يعني معقول الله عز وجل يخلق السماوات والأرض وينزل السماع عليهم مدرراً والأنهار تجري من تحتهم ثم يتركهم بدون بعث مستحيل مستحيل ده أنا عايز أقول لكم ده كان العلاج الرئيسي لنفوس أهل الإيمان في مكة قبل البشرات بالتمكين وأنه تقام دولة إسلامية الإعلاج الرئيسي إنه في حاجة اسمها يوم إيامة كل ما يحصل موقف إيذاء في مكة تنزل آيات تقول لهم في يوم إيامة إن الذين أجرموا لغاية حتى آخر مكة في المطفلفين قيل آخر صورة في مكة أو أول صورة في المدينة إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا الأليم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم اللي هو إمتى اليوم يوم الإيامة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون نفسه فيها إمتى يوم الإيامة يبقى العامل اللي مش هيتربع على يوم الإيامة هيفضل تعباء والله حتى لو هاتحقوا في الدنيا خطورة إن إحنا ما نترباش على التعلق باليوم الآخر ده رقم واحد التعلق بالتمكين دائما بيصيب الإنسان بالعنة والعجلة والتصرع واليأس إيه خلاص كل حاجة راحت كل حاجة بازت ليه النار اتطفت ولا إيه هو إيه لي كل حاجة راحت مش فيه يوم إياما مش مش فيه بعث يعني إيه كل حاجة راحت مش فيه مفيش حاجة راحت ولا تظلمونا نقيرا ولا قطميرا ولا فتيلة مفيش حاجة راحت نقطة العرق اللي في سبيل الله ما بتروحش نقطة الدم اللي في سبيل الله ما بتروحش يعني إيه كل حاجة راحت فربط الناس بالبعث واليوم الآخر مهم